المواساة هل يمكن تحديد هذا المصطلح وكيف ينظر إليها في واقع الشمال السوري المحرض وما هو نطاق المواساة في الشريعة الإسلامية وهل المواساة تكون حصرا في المال ونحن على اعتاب عيد فكيف يمكن تنزيل هذه المواساة تطبيقها في واقع عيد الأضحى المبارك اشتركوا في القناة والمواساة والتآلف والمسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه وبعضا والمسلم للمسلم كاليدين تغسل إحداهما الأخرى هذه العبارات الجميلة والقوانين الناظمة الرائعة التي يتمنى كل مجتمع لو استطاع أن يعيش بها واقعا حياة لكن الإشكالية والتحدي الحقيقي لكل مجتمع هو أن يستطيع إنزال هذه القواعد إلى أرض المجتمع كي يعيشها ويكون معها في حياة اليوم سنحاول أن نفتح هذا الباب ويكون لنا إسهام في تنزيل هذه القواعد الجميلة إلى الحياة في واقع الشمال السوري المحرض مع شيخنا الشيخ زهير العباس دراسات عليا في الحديث الشريف أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا سهلا محمد تحية طيبة لكم ولقناة حلب اليوم والمشاهدين الكرام أهلا وسهلا كل عام أنتم بخير وأنتم بخير شيخنا حقيقة شيخنا الموساة تعتبر من أكثر الأشياء التي يتمنى أي مجتمع أي يعيشها واقعا وحياة لكن قبل أن نعيش أو قبل أن ندخل في هذه المسألة نريد أن نحلل أن نركز أن نحدد نطاق هذا المصطلح كي نعرف كيف نتحدث بارك الله بكم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المؤساة كلمة كبيرة المعنى لها تشعبات يصعب حصرها في تعريف بسيط لكن من أقرب التعريف لتوضيح هذا المعنى هو مشاركة الناس في المال والمعاش وحتى في الأخلاق فصاحب الخلق الحسد عندما يكرم الناس بأخلاقه يفيض عليهم مما عندهم من الأخلاق فيحسن أخلاقهم ويحسن حالهم النفسي فالمؤساة مشاركة الناس بالمال والمعاش طيب شيخانا هنا في هذا المصطلح ربما يقف الإنسان عن المسألة ما هو نطاق؟ حقيقة أننا نعاني بعض الأحيان في تنزيل هذا المصطلح إلى الأور الواقع ما هو نطاق المواساة في الحياة العامة؟ نطاق المواساة كبير خاصة في دين الله تعالى لكن له بعض التفريعات البسيطة الواضحة في تشريع الله فمنها في زكاة الفطر في رمضان والآن عندنا عيد الأضحى فالأضحية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى على بعض المذاب هي واجبة على القادر على المستطيع فهذه الأضحية إطعام الناس اللحم وخاصة الفقراء الذين لا يملكون شراء هذا اللحم فيه جبر خواطر ومواساة للفقير زيارات المؤمن للمؤمن في العيد خاصة من صلة الأرحام التي تتجدد في هذا العيد كلها مواساة جبر خواطر خلاصة المواساة في كلمتين جبر الخواطر ويقول صلى الله عليه وسلم ما تعبد الله تعالى بشيء أحب إليه من جبر الخواطر ويقول الله تعالى في كتاب العزيز ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس جبرا للخواطر فما عهد أنه أساء لإنسان وكان صلى الله عليه وسلم لا يواجه أحدا بما يكره بل على العكس يمدحهم ويثني عليهم في الخير أما في الشر أو في السوء يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا جبر للخواطر حتى في الكلمة حتى في الابتسامة صلى الله عليه وسلم طيب شيخ هذا هنا يعني تقع مشكلة أو يحس الناس بمشكلة وهي كثير من الناس عندما تحدثتم عن المواساة فذكرتم المال والأخلاق والتعامل لكن كثير من الناس يظن أن المواساة تخص المال فقط فهل حقيقة يعني يكفي الإنسان في مواساة أخيه الإنسان أن يعينه بالمال ويكفي ذلك طبعا لا يكفي هذا الأدلة على ذلك قول الله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعه أذى فهذا تصدق لكن لم يحسن التعامل مع الناس فجرح نفوسهم وكرامتهم بالمن والأذى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس بل الكلمة الطيبة مع الصدقة هذه التي فيها المواساة وفيها الأجر والثواب والعكس بالعكس لو أنفق المال من دون لفتة المواساة والإحسان إلى الناس حرم الأجر والثواب مع أنه بذل وربما سجلت في صحيفة سيئاته إن كان فيها من أو أذى أو رياء طلب سمعة من الناس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه أحد الفقراء في المدينة المنورة إلى الطعام وهو فقير وإنسان عادي من عموم الناس فأجابه صلى الله عليه وسلم فهذا الفقير لم يملك من الزاد إلا بعض الخل مع شيء من الخبز فلما أكل صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام والخل جبل الخواطر يعني طعام بسيط جدا حتى أنه صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى كراع في الغميم لأجبت يعني أبسط الطعام وفي أبعد الأماكن مع عموم الناس قال أجيبهم إنه فيه جبران الخاطر كان شيخنا العلامة علامة دمشق شيخ حسن حبنك الميداني رحمه الله من أكثر الناس جبرا للخواطر كان في العيد عندما يسير بعد صلاة العيد في الطرقات يسير الناس حوله كأنها مظاهرة يحتفون به يسلمون عليه والسعيد من لباه شيخ فزاره أحد الفقراء قل يا شيخ تفضل يا شيخ تفضل فكان يجيب الفقراء في زيارتهم إلى بيوتهم أكثر مما يجيب الأغنياء أو أصحاب المكان الدنيوية مرة في رمضان والشيخ ذاهب إلى منزله بعد طول دروس وعبادات اقترب وقت المغرب فذهب إلى بيته ليفطر مع عياله فرآه بعض الفقراء شاب بسيط فقال يا شيخ حسن أسألك بالله أن تفطر عند اليوم شيخ حسن إجبار بخاطر يفطر عند اليوم يا شيخ حسن قال فالشيخ من حسن خلوقه قال فاستجاب له ذهب الشيخ يقول لما ذهبت إلى داره وجدت غرفة فعلية أمامها فسحة غرفة واحدة فقط قال إلى هذه درجات سلم خارجي قال صعد الشيخ الشاب ينادي زوجته زارنا سيدنا شيخ حسن سيدنا شيخ حسن هنا قال أحضر الطعام قال اتفضل يا شيخ جلس الشيخ في الفسحة قال الورود والزهور حوله والبناء بسيط بسيط جدا يعني لا يوجد غير مقعد واحد من خشب بسيط يسمع الشيخ كلام الفقير يقول إذا وجدته ما عندك اليوم من طعام قال صحن الفول قال وعننا شوي بطاطا بلح إقلي أسرعي قال فوضع الطعام لما أذن المغرب ماء وطعام بسيط والشاب يجلس بجوار الشيخ وهو يأكل يقول يا شيخ هذه المزروعة أتيتها من مكان الفلاني هذه الغرفة بنيتها من عرق جبيني فعلت كذا وكذا وهو يشرح للشيخ السرور يظهر على وجهه وعلى أخلاقه يقول الشيخ والله ما أفطرت في حياتي كمثل هذا الإفطار من السرور والسعادة الذي جبر الخواطر جبر الله بخاطره فدخلت السعادة في قلبه قال بعد أيام دعي الشيخ في رمضان على مائدة أحد التجار الكبار في مزرعة بعيدة والسيارة والمرافقة أمام المنزل تفضل يا شيخ قال بحضور وزراء وتجار وعلية القوم قال المزرعة ومسبح ومائدة فيها أطائب الطعام قال استقبلني التاجر أمام باب المزرعة قال وسار معي إلى مائدة الإفطار حيث تجمع الناس قال خمس دقائق وهو يشكري لي هم التجارة والبيع والشراء والمعاملات والأولاد قال والله ركبني من الهم والغم ما لا يعلم به إلا الله قال ما ما صدقت أنت أكلت الأمتين ودعت لهم دعوا صالح ومشير قال أيهما خير قال جبر الخواطر هذا جبر الخواطر موسى للناس ويواسي الله قلوبنا جميعا إن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدع لنا كهداء وأن نكون مخواطر سبحانه وتعالى سنأخذ فاصل ثم نعود إليكم أهلا وسهلا عزانا وشاهدين نعود إليكم بعد الفاصل السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته عزانا المشاهدين قد نعيد شيخنا الكريم كنا نتحدث عن مسألة الموسى وكيف تكون حقيقة لكن أهم ما يعانيه أي مجتمع حقيقة على مستوى كل المجتمعات هي مسألة تنزيل هذه الموسى إلى عرض الله خير ذكرتم لنا أحاديث النبي صلى الله وعليه وسلم والآيات القرآنية التي تتحدث عن هذا الجانب وذكرتم قصة حسن رحمه الله لكن كيف نستطيع أن نفهم وأن نعيش هذه الموسى في واقع الشمال السوري المحضر في واقعنا الحالي الناس مجروحة مكلومة أغلب الناس مهجرة وقد أصيبت في مالها وقال أصيبت في أنفسها من الشهداء والجرحى والمعتقلين الناس بالعموم بحاجة للموسى المالية رقم واحد هو الأول من الزكاة من الصدقة مع ذلك يحتاجون إلى الموسى بالكلمة الطيبة فإن لم يكن لنا المال فلنا الكلام الطيب والكلمة الطيبة صدقة وكما يقول الشاعر لا خيل عندك تهديها ولا ماله فليسع في اللفظ إن لم يسع في الحاله الكلمة الطيبة لها أثر في بداوات القلوب عظيم وأيضا في طريقة التعامل بين الناس فيه موسى وجبر الخواطر يعني مثلا عندما يضحي الإنسان يقطع اللحم فيأتي باللحم قطعة كاملة الفقير سيذهب إلى اللحم ليدفع شيء من التكاليف ليجهز اللحم كما يحب هو ويشتهي لم لا نكمل المعروف شيء بسيط تكلف أظن أقل من القليل أو لا تكلفنا شيء تكلفنا شيء من الوقت بسيط نفرم اللحم ناعم ونضعها في كيسم جيد أو قالب جيد نهديه للفقير فيه جبر القواطر فيه موسى يشعر بأن الموضوع فيه غاية الإكرام أيضا مثلا المعايدة المعايدة فيها موسى فيها سنة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كل عام وأنتم بخير تقبل الله صالح الأعمال لكن أحيانا تكون على الجوال في بطاقة مجهزة مسبقا لكل المضافين في الغرفة فأنا أشعر أنك يعني رفع عتب موضوع بينما عندما تخاطبني باسمي على الخاص من أخ حبيب إلى أخ حبيب يا أخي فلان أسأل الله ينتقبل أعمالك كل عام وأنتم بخير كيف حالكم كيف حال ابنك فلان كيف حال أخيك فلان فهذا فيه جبران خاطر أعلم أنك تتذكرني وتقصدني بالمعايدة لا تقصد رفع العتب أو إرسال بطاقة زهور على الجوال لكل الناس المضافين حتى إذا أمكن اتصال بسيط يعني في وقت مناسب فيه جبران للخاطر فكلها من أبواب المواساة من أبواب المواساة في واقعنا الحال رفع الظلم فكثير من الناس يقع عليه شيء من الظلم من المجتمع المحيط به خاصة مع الفقر والتهجير والفاقة والعوز فعندما يرى المظلوم أن الناس من حوله يرفعون الظلم عنه فيه عظيم المواساة أمصر أخاك ظالما أو مظلومة وأيضا في إيجاد العمل فكثير من الناس لا يجد العمل المناسب له فلو شفع بعضنا عند بعض في إيجاد العمل لمن يستحق هذا العمل بإكرامه بشيء من المال فيه قضاء حوائج وما أعظم الأجر والثواب في قضاء حوائج المسلمين كما جاء في الحديث عن سيدنا عبد الله بن عباس كان معتكفا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فكلمه وخرج فعبد الله بن عباس خرج معه قالوا يبنى عمي رسول الله تترك الاعتكاف وتخرج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر في رمضان قال سمعت صاحب هذا القبر والعهد به قريب وبكى عبد الله بن عباس شوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعاد سمعت صاحب هذا القبر والعهد به قريب سمعت صاحب هذا القبر والعهد به قريب يقول قضاء حوائج الناس خير من اعتكاف في مسجد هذا سبعين يوما صلى الله عليه وسلم ففضل قضاء حوائج الناس أعظم بكثير من موضوع العبادات والاعتكاف فهذه كلها أبواب من الخير في المواساة نسأل الله أن يكريمنا بها جميعا اللهم أعلم طيب شيخنا اليوم أنت ذكرتم ونحن على عتاب عيد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عيد خير وفضل وفرج وتفريد قروب للناس جميعا ما هو الواجب الشخصي لو تتحدثنا بشكل شخصي ما هو الواجب الشخصي على كل شخص خاصة في واقع التنسطوري إذا قلنا نفعل أكثر خاصة في واقع تشتت الأسار تشتت الأيان ما بين داخل السوري ومين دول اللجوء ما هو الواجب على كل هذا الإنسان وخاصة نحن على عتاب اليوم وعلى عتاب عيد وغدا إن شاء الله سيأتينا هذا فيه المواساة بين القريب والبعيد القريب زيارة في الله تعالى للجار وصلة القربة للمعارف والأصحاب خاصة من لم تعتد زيارتهم ليس الواصل بالمكافئ ليس واصل الرحم من إذا زارك زرته بالمكافئة هل هذا ليس صلاة الرحم بل الواصل كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من إذا قطعت رحمه وصلها يعني زار من لا يزوره عادة من لا يأتي إليه فأنت تزور الناس بالكلمة الطيبة بجبر الخواطر بزيارة عشر دقائق بالتعرف على الأبناء والأحفاد كم الآن أولاد الأخ لا يعرفهم الأخ أولاد الأخت مثلا أو الأحفاد جدهم لم يرهم من سنوات طويلة أو لم يرهم أبدا في العيد أيضا عندنا وسائل التواصل اجتماعي ممكن على الجوال وكالمة فيديو للقريب والبعيد أحيانا يظن الناس أنه إذا أرسل مال لأهله أو قريبه أنه انتهى الموضوع صار فيه مواساة وصلت رحمه جبرون للخواطر هذا لا يكفي يحتاج الناس إلى المشاعر والأحاسيز أكثر بكثير من المال لو خيرت الإنسان في قرارة نفسه بين المال بين المشاعر والأحاسيز سيختار المشاعر والأحاسيز ولو تظاهر أنه لا المال المال يسد حاجة بسيطة لكن الأخلاق هي التي تسد مسدا عظيما لا يعلم قدره إلا الله تعالى طيب فيخنا في نهاية حلقتنا ما هي النصائح التي تراها مهمة في هذا اليوم أيهما أثقل في ميزان العبد يوم القيامة المعاملات والأخلاق أم العبادات المعاملات المعاملات والأخلاق أثقل في ميزان العبد يوم القيامة العبادات ينتفع بها الشخص الذي تعبد الله فقط بينما المعاملات والأخلاق تتعدى من الإنسان إلى أخيه الإنسان ومن المنتفع إلى غيره تأثر بحسن الخلق فيؤثر في الناس حسن الخلق تأثر في المسامحة فسامحه الناس وهو أيضا يسامح الناس أنظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لأصحاره الكرام أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار قال لا هذا التعبير المادي خاطئ قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج يعني في العبادات عشرة على عشرة ويأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا يعني في المعاملات صفر فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي حتى إذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار مع أن عباداته تامة لكن معاملاته تعبانة فالمعاملات ذهبت بالأجر والثواب وزيادة فالأجر والثواب على معاملة الناس والإحسان إليهم أعظم في الميزان يوم القيامة كان كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل من المؤمنين ليس له عمل صالح الأعمال صالح تعبان على الآخر قال لكن كان يتجاوز عن المعسرين في المعاملات المالية قال فجيء به يوم القيامة فقال الله لملائكتي هل له من عمل صالح قال ليس له عمل صالح غير أنه كان يتجاوز عن المعسرين فقال الله تعالى نحن أحق بالتجاوز عنه اذهبوا به إلى الجنة كما عمل الناس بالإحسان عمله الناس بالإحسان أعرف رجل من الصالحين دفتر الدين في ألاف الليرات قال فلما جاء موسم عيد أراد أني طالب الناس لتحصيل المال لكن عكسه قال سأذهب بهذا المال كله إلى الآخرة أحرق الدفتر بالكامل ونادى في الناس من كان لي عنده مال فقد سامحته لله تعالى جبران خواطر قال إحسان للناس بالمسامحة بالعفو فهذا أرجى أن يعفو الله عننا جميعا إن شاء الله إن شاء الله شيخنا الكريم حقيقة في هذا العيد عيد الأضحى المبارك تكون من أهم الأشياء في قصتنا في حلقة مسألة المواساة هي مسألة الأضحية فما هي نصيحتكم لمن قدر الله له ورزقه حتى يضحي ولمن لم يقدر الله سبحانه وتعالى له الأضحى من أكرمه الله تعالى واستطاع أن يضحي فليتفقد الفقراء وليتفقد من لا يؤبه له أو لا يطرق بابه عادة فضلا عن صلة الرحم فيمكن له أن يطعم الأغنياء منها أو الأرحام لكن الأولى بها الفقراء وليكريمهم بشيء من حسن الخلق يعني فرم اللحمة وصلة في المقتل مناسب أحيانا بتأخر فيها يكون قاربة على الفساد أو في وقت لا ينتفع به أو فيها شيء من الدهن أو العظم أكثر من اللحم فهذا من جملة الإحسان فضلا عن الأحكام الشرعية المشهورة في الأضحية وأيضا الناس المستفيدين الذين ترقوا شيء من الكرم الله تعالى بالأضحية قال إذا وصلك أكثر من حصة تفقد من حولك من أهلك وإخوانك تكون شريكا في الأجر والثواب للمضحي التي وصلت أضحيته إلى الناس المستفيدين المستحقين فعلا فلك الأجر والثواب وأيضا كأنك أنت المتبرع أنت المضحي مع أنك لم تبذل شيء تقصدون شيخنا أن تكون المواساة تعم الناس كلهم فمن ضحى تكون مواساته بإعطاء الناس من هذا اللحم حتى يكون جبرا للخواطئ ومن لم يضحي أن يكون له شيء من هذا الشيء الذي أتاه أن يتصدق به بالله سبحانه وتعالى حياكم الله شيخنا أعلى وسلم جزاكم الله خيرا على هذه الحلقة الماتعة يزيدكم خيرا من شيخ ظهر العباس رسالة عليها في الحديث وإياكم جميعا كل عام وأنتم بألف خير بارك الله بكم وبجهودكم الطيبة والشكر موصول لكم أعزائينا المتاهدين بحسن متابعتكم نذكركم بمتابعة قناة حلب اليوم حسب المعرفات الظاهرة أسفل الشاشة ودمتم بألف خير وكل عام وأنتم بخير شكرا